في غضون ذلك أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيا الحوثي مستمرة بخروقات وقف اطلاق النار في الحديدة وقال إن الخروقات الحوثية لوقف اطلاق النار بلغت 14 خلال الـ 24 ساعة الماضية في الحديدة مشيرا إلى أنها شملت الرماية بكافة أنواع الأسلحة كالصواريخ الباليستية وقذائف الهاون والـ RPG وصواريخ الكاتيوشا وأوضح التحالف أن الخروقات الحوثية تشمل مناطق في الحديدة هي الدريهم والتحيطة وحيس والفازة والجبلية كاشفا بأن الخروقات الحوثية مستمرة ومتزامنة مع وصول رئيس لجنة إعادة الانتشار لبدء مهمته من جهة أخرى عثار الجيش الوطني على مكان ترجمة نانسي قنقر